الحسد خلق دميم فهو من أخلاق اليهود كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهو أيضا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وهو سبب للعداوة والبغضاء وفيه اعتراض على قدر الله عز وجل وأيضا سبب للعدوان على الغير إما أن يعتدي عليه عدوانا قوليا أم عدوانا فعليا فعلى المسلم أن يشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من النعم وإذا رأى نعمة أنعم الله تعالى بها على غيره فليسأله من فضله فإن الذي أعطاه هذه النعمة قادر على أن يعطيك إياها بل وأكثر منها